يجب سيام شهر رمضان على من؟ على من؟ على المسلم أو قبل؟ خرج بهذا الكافر الكافر لا يخاطر بالصلاة ولا بالصيام ولا بالزكاء ولا بالشيء يخاطر بالشهادتين كذا أسلم نتدرج معه صحيح؟ نعم الإسلام والعاقل خرج بهذا المجنون هل يجب السيام على السكران؟ يا أخوان من يقول لا؟ أنت؟ أوقف ما قلت؟ أوقف ما نقل لا؟ ما تعلم؟ يا أخي ما تسمع؟ هل يجب السيام على السكران؟ سبحان الله يا رجل السكران مجنون؟ أسألك أنا السؤال واضح هل السكران مجنون؟ لا المجنون أحسن منه والله طيب خلاص التركاء هل يجب السيام على السكران؟ يا أخي ما تستطيع أن تقول لا اتق الله لأنك لو قلت لا يجب السيام على السكران؟ ما أعرض الناس يشرب الخمر؟ وقال الحمد لله افتنفوا لا؟ ما أصر؟ لا يجب السيام على السكران؟ نقول له تصوم ولا تشرب الخمر؟ ماذا بك؟ أجني؟ طيب إسلام وعاقل والبنوء هل يجب السيام على الصغير؟ لا يجب ولانا فالصغير مخاطب الصغير من وجهه وجه أنه يحث على الصيام ووجه يحث الولي على الصيام ويعود وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه من العجر العجار وانترى الصغار يصوم منه ولو أسأل أكثر من هو الآن معنا هنا عن أمه أو عن أختي خالتي أو عمتي أو جدتي هل رأيت يوم من الأيام واحدة من هؤلاء تأكل في نهار رمضان مع أنها في الغالب أن يأتيها أيام في رمضان معذورة؟ هل رأيت هذا؟ يقول ما رأيت قط وتجد من يقول أنه مصر في نهار رمضان يتعمد الأكل؟ لا شرب الدخان نعم طيب إسلام وعقل وبلوغ نعم القدرة على الصيام خرج بهذا العاجز على الصيام إما لمرض أو شفر أو كذا في السن نعم يا أخي صبر معي المرأة الآن مسلمة وعاقلة وبالغة وغير مريضة لكن جاء دم الحيض النفاس تصوم؟ لا تصوم إذن لا بد الخلو من الموانئة مفهوم؟ طيب وغيره؟ وغير هذا؟ نعم مقيمة طيب أنا أكون مقيم غير مسافر وصحيء يعني قادر قادر خرج بهذا العاجز مقيم خرج بهذا المسافر المسافر لا يجب عليه الصيام لكن الأولى بالمسافر أن يصوم لماذا؟ لأن هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا فيه إدراك فضيلة الشهر وفيه أن نستيام مع الناس سهل نعم وفيه أن هذا إدراء للذنة لأنه قد يؤخر ولا يصد الله يفتح عنك نعم طيب ترجمة نانسي قنقر